وقع اللواء أركان حرب عبد الحميد سيد أحمد مدير الحرب الكيميائية بروتوكول تعاون مع رئيس جامعة أسيوت أحمد المنشاوي وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسؤولي جامعة أسيوت يهدف هذا البروتوكول إلى تنمية أوجه التعاون العلمي والبحثي لمواكبة التطور المتلاحق في مختلف المجالات العلمية وتنفيذ ورش عمل وزيارات ميدانية مشتركة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الكوادر العلمية والفنية بما يسهم في الارتقاء بالأسس البحثية التخصصية في المجالات ذات الاهتمام المشترك يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية مع مختلف الجامعات المدنية لتعظيم الاستفادة من كافة القدرات والإمكانات وبما يحقق التعاون المثمر في شتى المجالات